مرحبا إلينا من حيفا وائل العواد الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي سيد وائل ما مجمل الأهداف التي يمكن أن تكون تسعى لتحقيقها إسرائيل من كل هذه الضربات اعتقاد إسرائيل في الفترة الأخيرة تتبع سياسة بأنه لا تفضل عدوان كبير إنما تختار بأن تقسم عدوانها يعني الآن تكون بجولة تصيب بعض الأهداف بعض القيادات تهدأ شهرين ثلاثة ثم تصرح بأنها لا تريد تصعيد ثم تقصف من جديد تقسم ذلك أخف على نفسية الناس الشعوب والدول التي قد تتدخل وبالتالي تريد مجموعة ضربات خاطفة متوزعة من حيث فترة زمنية هي تريد إرهاق الجهاد وهي تهدف كل الوقت إلى فصل غزة عن الضفة وجنين عن نابلس ونابلس عن منطقة رمالة يعني للأسف هي أيضا نجحت إلى حد ما بذلك إلا فيما كان في الكدس وقد يكون ما يحدث الآن تذكر فيه الاستداءات على المسجد الأقصى في الكدس لم تتحرك إسرائيل كما يكفي وطلبت بعد قصف كان متزامن من لبنان إلى هنا ومن لبنان إلى إسرائيل ومن غزة إلى إسرائيل ضبضبت الموضوع سريعا ولم تريد توتير الأجواء أكثر يبدو الآن وفرت هذا الرد للآن والأهداف التي تريدها هي ضرب القيادة التي تقوم بهذا التنسيق الواسع الذي رعبها عمليا في رمضان وما يكون به الجهاد الإسلامي بأنه مجموعة جبهات وليس جبهة واحدة يفتح بكبسة زر بتنسيق يتم على مدار العام باعتقادي هذا ما تريد إسرائيل تصفيته بما تقوم به الآن وليس لديهم أي مانع أنا أول مرة أرى في إعلام إسرائيلي عنوان بأن هناك بين كسين عشر أبرياء من الثلاثتاشر شهيد الذين ارتقوا في اليوم الأول بالتالي ورأيت أيضا عنوين بأن هناك أطفال ونساء قتلوا بموافقة رئيس الحكومة أخبروا بأن هناك أطفال في هذا المكان وضحايا ووافق نتنياهو على ذلك بالتالي هذا على ماذا يدل؟ يدل على ما تريد إسرائيل الآن ما يكون به الجهاد الإسلامي بأنه مجموعة جبهات في الضفة وفي غزة ومن لبنان أيضا قصف وقصف من هناك وعمليات من نابلس وجنين هذا العصب بينهم جميعا الذي أوجدوا الجهاد الإسلامي يريدون ضرب رموزه الذين يشكلون هذا العصب لذلك ترفض إسرائيل حتى الآن أن تقول بأنها ستوقف سياسات الاغتيالات لأنها تعرف بأن هذا المبنى التنظيمي الذي يفتح الجبهات معا تريد أن تتخلص منه وهذا قرار لم يتخذ الآن سيد وائل يعني إسرائيل ترفض وقف الاغتيالات ترفض تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان ترفض إلغاء مسيرة حملة الأعلام إذن لماذا يمكن أن توافق الجهاد على الهدنة إذا كانت لا توجد أي مكاسب أنا أعتقد ليس لدى الجهاد أسباب الآن لأن توافق على أي تهدئة وعلى أي خطوات وأفكر بالعكس في حال وافق الجهاد على تهدئة الآن بعد أن دفع هذا الثمن الباهو خلال أيام القليلة الماضية هذا معناه بأنه فقط يؤخر عملية اغتيال القادمة لأنه هيبته السياسية وهيبته الأمنية ستفقد ومفهوم الردع لديها أو مفهوم التخويف ومفهوم بأنه يريد أن يفهم إسرائيل بأن أنت أمام جسم يدفعك الثمن هذا سيزول إذا وافقت الآن وإسرائيل تعرف ذلك القصة بأنه إسرائيل على ما يبدو تضمن لديها ضمانات يعني نستطيع تخمينها لا أستطيعا لا أعرفها بالضبط ولكن نستطيع تخمينها بأنه لن تدخل في المرحلة القريبة فصائل أو مجموعات أخرى إلى جانب الجهاد في مواجهتها وهي تتخيل تفكر بأنها تستطيع أن تصفي الجهاد بين كسين أن تربي الجهاد وهذا ما قامت به قبل بضعة أشهر في العدوان الذي سبك هذا العدوان على غزة أيضا تصفيت قيادات في الجهاد وإصار رسالة له بأن هذا الطريقة الجديدة التي تتبعها في الجهاد في مواجهة إسرائيل وفي المقاومة بأن الجهاد يستطيع من كلب غزة أن يأخذ قرار بفتح مجموعة جبهات تريد أن تتخلص منه إسرائيل منطق الجهاد الجديد هو الذي ما يخيفهم خصوصا تعرف الجهاد هو خارج السلطة في غزة الجهاد خارج معادلات التمويل بالتالي لدى الجهاد حسابات أقل طبعا مما لدى فتح هي خارج أصلا معادلة الكفاح المسلح من سنوات ولكن أيضا حساباته تختلف عن حسابات حماس ونرى ذلك في من يتدخل ومن يتخذ القرار وحتى وجود غرفة مشتركة وأنا أثق بأن هناك وجود غرفة مشتركة صادقة لدى الفصائل الفلسطينية ولكني أفكر مدام الألم فقط من طرف الجهاد ولا يتدخل جهات أخرى لا تشعر إسرائيل بخطر حقيقي في هذه المرحلة